لعد ما تيجي الفقرة العوارية هل مصر فعلا ستكشر عن أنيابها ضد أسيوبيا وبدأت تجاهز ملف عن التجاوزات الأسيوبية واستخدم تعبير التجاوزات المراضي في ملف صد النهضة وزارة الرأي النهاردة مع أجهزة عديدة في الدولة المصرية بتعد ملفا كبيرا لتقديمه إلى مجلس الأمن مجلس الأمن بين الأمم المتحدة ولجنتي الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي لأن ما تفعله أسيوبيا في موضوع صد النهضة بيهدد السلم الدولي والأمن الدولي لما دولة تكترق على حقك التاريخي وعايزة تاخد منك المياه تحت حجة توليد الكهرباء عايزة أقولك دي الحجة اللي بتقولها أسيوبيا بالمناسبة لما تتناقش معاه فتيجي تقولها هو أنت عملت ليه السد فتيجي تقولك هو أنت رافض أن أنا أعمل تنمية طب هو أنا جيت قلتلك هو أنا ضد التنمية ما تنمي شعبك وبلدك أنا مالي بس هي التنمية تيجي على حساب أنا تيجي طب أنت عملت السد ليه عشان أطلع كهرباء طب ما أنا أجي أعملك محطات كهرباء من غير ما تعملي السد مش ده هدفك الإجابة لأ خلي بالك ملف صد النهضة هيبقى ملف حاكم وحاسم في 2018 قلتلك عام صعب على الدولة المصرية والإدارة المصرية ولازم إحنا نكون كشعب المتيقظين حكومة المصرية النهاردة بتجهز ملف بتجهزه وعايزة تذهب به إلى مجلس الأمن لأن أسيوبيا بصراعة يعني خلاص غلوبنا معاه يا حجة يا ستي طب أنت يقولت 14 مليار أيام مبارك دلوقتي 74 مليار ده مش هتبني صد واحد هتبني أربع سدود صد النهضة واحد منه كان مفروض هيجي الرئيس وزراء أسيوبيا من أسبوعين وأجل زيارته مش عارف ليه هلتجو سعف مصر مثلا معرفش فمصر بتجهز هذا الملف عتابي وعتبي وديقي وضغطي ونرفاستي وانت يا حكومة مصرية لسه فاكرة النهاردة تعمل الملف ده فين السنين اللي فاتت السبع سنين اللي فاتت ولما أقول حكومة مصرية لا أقصد بها حكومة مهاند الشريف إسماعيل فقط وكان يتحمل جزء أيضا ما جاهزناش الملف ده ليه من زمان لما روحناش لمجلس الأمن على طول لاستنينا لما السد الحكومة الأسيوبية تعلن أنها قطعت 65% من إنشاؤه جايين وهي بتشطب بتلزأ السيراميك بتعلق الفوانيس ما جاهزناش الملف في ليه من بدري وروحنا حضرنا مجلس الأمن ربما كانت علاقتنا ببعض الدول أفضل مما ستكون عليه الفترة القادمة ربما لكن كبداية أتمنى الحكومة المصرية تستعين بخبرات كبيرة في إعداد هذا الملف ما بقاش ملف فني بس عايز خبرات زي دكتور موفيد شهاب تبقى حاضرة جوه هذا الملف خبرات مصرية وطنية حقيقية في بلدك لازم تستفيد منها كحكومة ويبقى ملف رفيع المستوى في أكتر من جزئية فيه حوقنا التاريخية قوانين دولية تحمية كافة المفاوضات اللي تمت بنا والجانب الأسيوبي ورقنا نشف فيها كافة التعهدات الفلسو اللي قالت لنا عليها حكومة أسيوبيا ولم تلتزم بيها خطوة متأخرة لكن الحمد لله النهجة وإن الحكومة المصرية تبحث عن مصار آخر غير مصار التفاوض مع أسيوبيا إن احنا فعلا لازم نلتفت لده وإلا القصة كده هتبقى صعب هتبعكم بالتفاصيل عندما نصل إلى تفاصيل أكثر ولكن البداية وإن بدت متأخرة لكن خير من لا شيء وكلنا كنا منتظرين ده للأمانة منذ سنتين ثلاثة يعني لكن الرئيس سيسي بدأ حكمه بزيارة الأسيوبيا وقلقى كلمة أمام البرلمان الأسيوبي على أساس يعني إن أسيوبيا هه حتلين لكن لا هي بتنفي السيناريو أيضا تنفي السيناريو حقيقي ما أنا شرحته لك ببساطة هو بيقول لك أنا عملت السد ده عشان أولت كهرباء فالحكومة المصرية بتقول لها طب ما تعمليش السد وأنا هنشئلك محطات كهرباء مش ده الهدف بتاع السد قالت لا الله يبقى الهدف فعلا مش محطات كهرباء طب إنت عايز كهرباء إيه كازا طب ما الكازا دي الميجاوات دي يعملها الـ 14 مليار متر مكاعد اللي إنت بدأت بيه مشروع اللي إرفحها الـ 74 مليار متر مكاعد يا أخواننا لازم تصحصحوا للكلام ده يا أخواننا فوقه ما تبقاش القصة عندي هي أكلة لقمة العيش مع احترامي وصعوبتها ونقشناها في المصر فاندي كتير بس لازم دماغك تبقى واسعة كده تشوف اللي بيحصل في السيناو ما يخطط لك و اللي بيحصل في أسيوبيا وصد الله هي فترة صعبة خلاص قدرك بقى قدرك التحية للحكومة المصرية حتى ولو ان بدت متأخرة لكن أيضا خبر النهاردة أريته اشتركوا في القناة